فتاة عمرها ستة عشر سنة في المرحلة الثانوية والدها من أصلح وأتقى الناس تحفظ القرآن منذ صغرها وتقضي معظم وقتها ما بين صلاة وقرآن وقراءة الأذكار وفي مدرستها تحاول دعوة صديقاتها بكل لين وأدب إلى الالتزام وطاعة الله وعدم الخوض في سيرة وأعراض الآخرين كان لها زميلة في الفصل متكبرة ووالدها من الأثرياء فنصحتها في أحد الأيام بستر شعرها وارتداء ملابس مناسبة لفتاة مسلمة فغضبت نميلتها وحقدت عليها وقالت لها ستدفعين ثمن إهانتك لأيتها التقية وفي اليوم التالي استيقظت الفتاة الملتزمة وصلت الفجر وبعد أن قرأت بعض آيات القرآن وصلت الضحى ارتدت ملابس المدرسة ونزلت من بيتها بعد وجبة الفطور وأثناء ما كانت تمشي في الطريق وقفت بجانبها سيارة فاخرة ونزل منها شاب وحمل الفتاة ووضعها في حقيبة السيارة وذهب بها وأمام قصر فاخر توقف وحاول فتح حقيبة السيارة أكثر من مرة ولكنه لم يستطع فذهب بالسيارة إلى ورشة صديقه وحاول مع العمال فتحها ولكن لم يستطيعوا لأن الحقيبة كانت مغلقة جيدا وكأنه تم لحمها في هذه اللحظة خاف الخاطف أن تموت الفتاة من الاختناق ففكر قليلا ثم أخذ قرارا بأن يذهب بالسيارة إلى قسم الشرطة ويسلم نفسه قبل أن تموت الفتاة حاول رجال الشرطة فتح مؤخرة السيارة فلم يستطيعوا فقال واحد منهم أرسلوا إلى شيخ يأتي ويقرأ عليها وسيتم فتحها إن شاء الله وبالفعل جاء شيخ معروف في الحي وقرأ على حقيبة السيارة وفجأة فتحت ووجدوا الفتاة تجلس مطمئنة وتتمتم بكلمات فسألها الشيخ ماذا كنت تفعلين بعدما وضعك الخاطف في الحقيبة ولماذا أراك مطمئنة رغم أنك في موقف يحتم عليك الخوف قالت الفتاة كنت طوال الوقت أقرأ آية الكرسي والمعوذات ولم أقف عنها أبدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أما اطمئناني لأني والحمد لله كل يوم أصل الصبح في وقته وعندي يقين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من صلى الصبح فهو في ذمة الله قال الشيخ صدقتي يا بنيتي فمن كان مع الله كان الله معه في هذا الوقت اعترف سائق السيارة بأنه يعمل سائقا عند والد زميلتها وهي التي طلبت منه أن يأتي بالفتاة إليها وعند استدعاء زميلتها المغرورة واتهامها بجريمة الخطف تنازلت الفتاة عن حقها وسامحت صديقتها التي بكت بسبب ما فعلته مع زميلتها طيبة القلب التي عفت عنها وداعت لها بالهداية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون العسمة كانت تتحدث هي وزوجها في مواضيع تخص حياتهم الزوجية وفي لحظة انقلبت الأمور وتحولت إلى شجار بسبب كلمات سيئة خرجت من فمها وأثناء هذا الشجار طلبت الزوجة من زوجها الطلاق مما أدت إلى إشعال غضبه حتى أخرج ورقة من جيبه وكتب عليها نعم أنا فلان ابن فلان أؤكد وأنا بكامل قوايا العقلية أنني أريد زوجتي ولا أريد التخلي عنها ومهما كانت الظروف ومهما فعلت سأظل متمسكا بها ولن أرضى بزوجة أخرى غيرها تشاركني حياتي وهي زوجتي للأبد وضع الزوج الورقة في ظرف وسلمها لزوجته وخرج من المنزل غاضبا حتى لا تشعر بشيء وعندها شعرت بالذنب لارتكابها هذا الخطأ وتسرعها في طلب الطلاق فالزوجة في ورطة الآن أين تذهب وماذا تقول وكيف تم الطلاق هذه الأسئلة جعلتها في دوامة وحيرة من أمرها عاد الزوج فجأة إلى البيت ودخل إلى غرفته مسرعا من غير أن يتحدث بأي كلمة فلحقت به زوجته وطرقت عليه الباب فرد عليها بصوت عال وبغضب ماذا تريدين؟ فقالت له الزوجة بصوت منخفض وخائف أرجوك قم بفتح الباب أريد التحدث إليك ثم قرر ماذا تفعل وبعد تفكير من الزوج قام بفتح باب الغرفة ليجد بأن زوجته حزينة وتسأله أن يستفتي الشيخ لأنها نادمة كل الندم على فعلتها وهي لا تقصد ما قالته فرد عليها الزوج هل أنت نادمة ومتأسفة على ما حدث؟ فأجابته الزوجة بصوت منكسر نعم والله إنني لم أقصد ما قلت وأنا نادمة كل الندم على ما حدث بعد ذلك طلب الزوج من زوجته بأن تفتح الورقة وتنظر إلى ما بداخلها لتحكم ماذا تريد وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً فقامت بفتحها ولم تصدق ما رأت عيناها وغمرتها الفرحة وهي تقرأ الورقة فقامت إلى زوجها وقبلت يديه وهي تبكي والدموع تتناثر من عينها وتقول بحرقة كادت حياتي تنتهي بكلمة سيئة ثم بدأت من جديد بكلامك الجميل في الرسالة والله إن هذا الدين العظيم لأنه جعل العصمة بيد الرجل ولو جعلها بيدي لكنت قد طلقتك عشرين مرة فقال لها الزوج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدق وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا اتصلت سيدة عجوز ببنك الطعام تطلب حضور مندوب لاستلام خمسة بطاطين تبرعا منها لصالح ضحايا السيول وتركت عنوانها بالتفصيل وصل مندوب البنك بصعوبة بالغة إلى مكان إقامة السيدة العجوز فوجدها عجوزا أكثر مما تصور هزيلة أكثر من أي توقع بسيطة أقل من أي فقير تسكن غرفة صغيرة تحت بئر سلم واستقبلت موظف البنك باشتياق شخص يبحث عن ضوء في عتمة أصرت على أن تعد له واجب ضيافة وهو كوب من الشاي كان الموظف الشاب يشرب الشاي وهو يراقب عروق وجهها تنتفض وهي تحكي منفعلة وكان مندهشا تصرخ في وجع لا تتعجب نعم أنا فقيرة لكن هناك من هم أفقر مني أنا أحصل على معاش زوجي المتوفي رحمة الله عليه ثلاثمائة جنيه اشتريت بمائتين وخمسين هذه البطاطين وسيدبر الله الأمر حتى آخر الشهر بالخمسين المتبقية غرفة لا تتسع أكثر من شخصين سرير صغير يتحمل بصعوبة جسدها النحيل لمبة في السقف وتلفاز بإيريال معلق على شباك المنور تلفون جوال قديم يبدو أنه نافذتها الوحيدة مع الحياة وابتسامة دافئة كبيرة تكشف عن زمن بعيد لم تعرف فيه أبعد من هذه الغرفة ومن هذا المكان قال الموظف لكن يا حجة كريمة أنت أولى بحق الخمس بطاطين فقالت له يا بني ما شاهدته في التلفاز يمزق القلب ناس عارية ملقات في الشوارع من غير بيت ولا غطاء أنا سترني الله في غرفة أغلق بابها علي وأنام في دفئها هم ليس عندهم غرفة ولا باب ذهب الموظف بأغلى خمس بطاطين إلى مقر بنك الطعام وحكى لهم ودموع كثيرة في عينيه قصة الحاجة كريمة كرمها الله وكبرياؤها وكلماتها البريئة الحقيقية هذه السيدة التي لا تخاف الفقر ولا الجوع ولا البرد ولا المرض ولا الموت تحب الله وتعيش في أمانه اقترح زملائه أن يقدموا معاشا شهريا معونة عاجلة البحث عن شقة صغيرة لها سرير أكبر ثلاجة بها طعام لكن موظف البنك الذي ذهب لها قال لهم بثقة من عرفها عن قرب إنها سترفض كل شيء ولكن بعد إلحاح أصحابه بأن يذهبوا لها بشقة صغيرة وثلاجة وسرير أكبر وافق على اقتراحاتهم وبعدما جهزوا لها كل الأشياء ذهبوا إليها فلم يجدوها وعندما سألوا عنها وجدوها قد ماتت وكان هذا التبرع الكريم حسن الخاتمة لها لتلقى الله عز وجل بهذا الكرم العظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك ذهبت سيدة غنية إلى محل الجزار وطلبت منه كمية من اللحوم وقد صنفت ما تريد من لحوم مكعبة ومفرومة وكبدة وبفتيك إلى غير ذلك وأثناء ما كان الجزار يقوم بتجهيز طلب السيدة دخلت المحل سيدة فقيرة وقالت له أريد ما سورة وهي عظم اللحم لكي تعمل عليها حساء فصعب حال هذه السيدة الفقيرة على السيدة الغنية ورق لها قلبها فكتبت ورقة للجزار وقالت له فيها جهز نفس الطلبات التي طلبتها منك وأعطها للسيدة الفقيرة ولا تخبرها من سيدفع بدأ الجزار بالفعل يجهز ما طلبته السيدة الغنية وأثناء ذلك طلبت منه السيدة الفقيرة أن يعجل بطلبها وقالت له أرجوك لا تتأخر علي أكثر من ذلك إن تقطيع المسورة لا يستغرق دقيقتين كما كنت تفعل من قبل لماذا تأخرت هذه المرة فابتسم لها الجزار وقال لها حالا سأجهز لكي طلبك رمضان كريم ردت السيدة الفقيرة بكل يقين الله أكرم فقال الجزار فعلا الله أكرم وبعد قليل أعطى الجزار للسيدة الفقيرة وقالت أكياس اللحم المفروم والمكعبات والكبدة وغيرها فنظرت السيدة إليه بدهشة وقالت له هذا ليس طلبي فقال لها بل هذا طلبك ألم تقول من دقائق أن الله أكرم الله فعلا أكرم فرفضت السيدة الفقيرة أخذ الأكياس من الجزار وأخبرته أن هذا كثير للغاية وهي لا تعلم أن السيدة الغنية هي من ستدفع ثمن اللحوم فأخذ الجزار يقنعها لكي تأخذ الأكياس ويخبرها أن هذا من عند الله الكريم وظل مدة يحايلها حتى اقتنعت السيدة الفقيرة وأخذت اللحوم وخرجت من محل الجزار فرحت السيدة الغنية عندما شاهدت السيدة الفقيرة تأخذ أكياس اللحوم وتخرج بها من المحل وبعدها سألت الجزار عن حساب طلبها وطلب السيدة ففوجئت بالجزار يقول لها لا تدفعي إلا ثمن طلبك فقط وسأدفع ثمن ما أخذته السيدة فأنا لا أقل عنك كرما أصرت السيدة الغنية على دفع ثمن ما أخذته السيدة الفقيرة وبعد جدال ونقاش اتفق على أن يقتسم ثمن ما أخذته السيدة الفقيرة مناصفة فيما بينهما خرجت السيدة الغنية من المحل وركبت سيارتها وأثناء سيرها في الشارع وجدت السيدة الفقيرة توزع اللحوم التي معها على الفقراء بائعة خضار تعطيها كيسا عامل نظافة قد انحنى ظهره من الإرهاق في الشمس أعطته كيسا وغيرهما أخذت السيدة الغنية تبكي داخل سيارتها من تأثرها بالمشهد الحقيقي الذي أمامها وأيضا من موقف الجزار الذي أصر على دفع ثمن ما أخذته هذه السيدة الفقيرة نزلت السيدة الغنية من سيارتها وذهبت لسيدة الفقيرة وقالت لها لماذا توزعين اللحوم على هؤلاء الناس؟ لقد وسع الله عليك فلما لا توسعين على أولادك؟ ردت السيدة الفقيرة وهي تبتسم أنا بالفعل قد وسعت على أولادي لقد أخذت كيلو لحم لهم وهذا يكفينا اليوم لأنه لا يوجد ثلاجة في بيتنا ولو أخذت هذه الكمية سوف تتلف فقلت أعطي هؤلاء المحتاجين ورمضان كريم قالت السيدة الغنية بتأثر شديد الله أكرم هذا هو شهر رمضان شهر الجود والكرم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر